سنتحدث عن الخصوصية بين الزوجين وما ده أهميتها وسيحدثنا عنها الاختصاصي النفسي يا أحمد صبح يا أحمد صباح الخير صباح الخير كيف الحال؟ الحمد لله بخير الحمد لله معاك تججعت على الزواج على كل الموضيع اللي فيها على خمسة واضح لهم قصدينا كنتم قصدني المنتج قصدني مباشرة طيب اليوم نتحدث عن الخصوصية بين الزوجين والخصوصية في الحياة الزوجية قبل ما ندخل في التفاصيل لأنه أكيد ميلاد عنده أكثر من سؤال أنا خلينا نسألك ساعة بداية يعني هل هناك خصوصية في الحياة الزوجية ولو موجودة ما هي أشكالها في الخصوصية؟ كيف تكونها خصوصية؟ نعم بسم الله الرحمن الرحيم خلينا نتفق بالبداية على أنه الموضوع ده هيكون موضوع جدلي ومش كل الناس هتتفق على المحتوى اللي احنا نقدمه ولكن احنا بنتكلم كلام ندين فيه أنه ده كلام من خبرات التعامل مع كثير من الأسر هو حلول الكثير من المشاكل منلاقي أساس المشكلة هي عدم موجودة خصوصية ما بين الزوجين أو خصوصية في الحياة الزوجية بشكل عام من أساس هذه المشاكل ليه؟ لأنه في الأساس الخصوصية هو حق أصيل لكل إنسان أنا لما بشاركك ببعض الأشياء اللي أنا مش حابة بشاركك فيها حاسب عدم ارتياح في هذه العلاقة حاسب أنك كشفت ستر عندي أو دخلت في صندوق خاص بي أنا ما كنتش أحب أن أنا شاركك فيه وإن عملت ده في وقت من الأوقات غفلة مني يعني فهندم على هذا الفعل بعد كده لذلك بنقول من الأول ما بين الأزواج لازم تراعي أنه فيه خصوصية عند الزوجة وفيه خصوصية عند الزوج وده النوع الأول أو الشكل الأول هو الخصوصية لكليهما يعني كل واحد عنده مساحة من العلاقات ومساحة من الأسرار ومساحة من العلاقة ما بينه وما بين أسرته العلاقة ما بينه وما بين أمه العلاقة ما بينه وما بين أبوه العلاقة ما بينه وما بين أخوانه أو أخواته العلاقة ما بينه وما بين أصدقائه هذه العلاقة هي علاقة هو لا يملك الحق في الكشف عنها لأنه فيها أطراف أخرى لذلك كشفها مع الزوجة يحدث نوع من أنواع المشاكل المستقبلية أنا إذا حكيت مشكلة ما بيني وما بين زملائي في العمل هذا الزميل اللي في العمل قد تجمعه علاقة أسرية أو علاقة اجتماعية بينه وبين أسرتي ففي وقت من الأوقات زوجتي هتشوف هذا الزميل بهذا السر اللي أنا فضحته عند زوجتي قبل كده أو هتحاول أنها توعي زوجته بهذا السر فلذلك عدم احترام الخصوصية لكل الطرفين بيحدث هذا النوع من المشاكل الشكل الآخر وهو الخصوصية لهما يعني من حقهم أن هم يعيشوا بعض الأوقات الخاصة فيهم لا يعلم عنها لا الأولاد ولا الأهالي ولا الأصدقاء ولا الأصدقاء ولا أي حد ولا السوشال ميديا بالضبط لذلك نلاقي أن حياة المشاهير هي أكثر الأشياء الاجتماعية المفضوحة طول الوقت لأنه ما فيش احترام الخصوصية لا بينهما بين بعض ولا بينهما بين الآخرين لذلك لما يحصل بينهم مشاكل تلاقي على طول فتح الأسرار علاقات خاصة لأن حياتهم طول الوقت على الملأ وما بينهما بين بعض ما فيش خصوصية وبيشاركوا الآخرين هذه الخصوصية الشيء الأخير وهو الخصوصية عنهما يعني من حقيقة أنا وزوجتي لا نستشير أحد في بعض المشاكل الخاصة لأنه أنا وزوجتي عارفين طبع بعض عارفين إيه اللي يصلح لنا في علاقتنا إيه اللي يخلي علاقتنا تستمر أنا ممكن رأفة مني ورحمة مني ويعني زي ما بنقول كده تقديرا مني لزوجتي أسمحها على غلطة قد يرى أبي أو أمي أو أخوي أنه هذا الخطأ لا يمكن غفرانه وبالتالي زوجتي قد تسمحني على خطأ كبير في نظر البعض وهو بالنسبة لها قد تغلب مصلحة الأسرة أو مصلحة أولادنا عن هذا الخطأ لذلك مشاركة هذا السر أو هذه الخصوصية مع الأهالي بيضع الطرفين أو الزوجين ما بين حلين يعني إما تستجيب لضغوط الأهل بالانفصال أو الطلاق أو غيره أو يعني تندم على أن هي حكت شيء وعملت عكس ما فعل الأهل فبالتالي اللوم بعد كده على أي خطأ هيخطوء الطرف الآخر أنه أنت ما سمعتش كلامنا من الأول وانفصلت عن هذا الشريك اللي يعني قد يكون خطأ ده خطأ لا يختفر في وجهة نظر طبعا الأهالي اللي احنا فضحنا الخصوصية دي لهم طب يعني أشرت إلى أنه هناك مثلث عندي خصوصيتهم كأفراد ولو كانوا كثنائي وخصوصية الثنائي تجاه الغير أنا سأبدأ من خصوصية الثنائي اليوم ما تنسى أنه الزوج والزوجة أيضا لأنه كمان مبنى لهم فقط الزوجة أو نضع كل المسؤولية على الزوج نيناتهم جايين من عائل وهذه العائلة بتعرف عنهم الكثير لدخول علاقة وفقط إذا بدك يصيروا كأنهم عايشين هم بجزيرة وينعزلوا ويعرفوا كيف أنه نصونوا هذا البيت يعني ليس بالأمر السهل مرات التدخل بيكون أيضا من الأهل وبعائلاتنا نشعر أنه فيه تدخل الكثير من الأهل لمعرفة أسرار هذا الزواج وهنا تكمل المشكلة كيف ممكن أنا أن أحفظ هذا البيت أو هذا الثنائي وشو هي يعني لنتحدث بطريقة عملية ما الذي يجب أن يعرفه الأهل عن الثنائي أو ما يجب أن لا يعرفه خلاص صار فيه عندي ثنائي عم يبني بيته لحاله ويعني كيف ممكن يحمي أو يصون هذا البيت هو في البداية إحنا ممكن نتفق على أنه فيه شخص قد نرجع ليه قد يكون بعيد عن الأهل أصلا هذا الشخص هو اللي يقدر يحكم فيه المشاكل مين الطرف المخطئ أو مين الطرف اللي عليه دور لازم يقوم به تجاه هذه المشكلة ده بداية للوقاية من المشكلة يعني أنت بتنصحهم أنه يستشيروا حدا بحال صار في مشكلة بيناتهم بس مش ضروري يكون من المقربين حلولهم عاطفية النقطة الثانية أنا معرض أن والدي ينصحني نصيحة والدي تنصحني نصيحة مش لازم أشارك زوجتي هذه الخصوصية مش لازم أشاركها أن والدي والله قال لي أنت مبزر مثلا في التعامل مع الأمور المادية لازم تمسك على نفسك شوي زوجتي هتشوف ده أن ده تدخل زوجتي هتشوف ده أن ده عدم إدراك بطبيعة الحياة الموجودة هم بيفكروا بتفكيرهم السابق فبالتالي هذه الخصوصية وهذه المساحة إن يعني تدخل فيها الأهل مش لازم أشاركها مع زوجتي الأمر الثاني أنا ما ينفعش أن أنا أتتبع زوجتي بتقول إيه لحماتي مثلا أو زوجتي بتقول إيه لولدتها أو زوجتي بتقول إيه لأخوها أو زوجتي بتقول إيه لإخوانها أو أصدقائها أنا ما ينفعش أتتبع ده لأن هذا من السطر وده منهي عنه حتى في القرآن ولا تجسسه ما ينفعش الإنسان يتجسس ويعني يتتبع عورات غيره قد يكون فيها أسرار لا تخص الزوجة أصلا تخص الأهل قد يكون فيها فطفضة والإنسان من حق أنه يفطفض مع الشخص اللي بيرتح له لكن أنا أشاغل بالي بإيه شاغل بالي بما يقدم من الطرف الآخر وبستمتع بما يقدم من الطرف الآخر طب عفوا أمين يمكن는 لكن نشوف نحن هنا أنه الأهل يعني وكأنك تقول أنه ربما الأهل ممكن أن يكون لهم بعض التأثيرات على ابنهم أو على بنتهم لكن نشوف أنه بعض الأهل ممكن يكونوا عندهم تأثير على شريك ابنهم أو يعني شريكة ابنهم أو شريك بنتهم أو زوج بنته وهنا يعني يصير عنده وكأنه يعتبر أنه هذا فرد من العائلة صار أنا أيضا بحق لي أن أشارك بخصوصيته ماذا تقول بهذا الإطار؟ إحنا معنيين أكثر بدور الزوج ودور الزوجة لكن إذا حبيتنا تتفرق لدور الأهل فمن حق الأهل ومن حق الزوج والزوجة أنه الأهل لا تدخلوا في هذه الخصوصية وهذه المساحة لأنه أنا ممكن أفسد من حيث أنا أريد أن أصلح أنا ممكن أفسد يعني زي ما إحنا عارفين طبعا المقولة الشهيرة ربوا أولادكم لزمان غير زمانكم الزمان اللي إحنا فيه ما نقدرش نحكم بخبرات الماضي اللي موجودة عند أهلنا اللي هم كانوا بتعاملوا بتأثيرات ثقافية وتأثيرات اجتماعية مختلفة تماما عن الواقع الحالي ممكن مثلا على سبيل المثال أولادي بيروحوا تمرين سباحة مثلا والدي شايف أنه السباحة دي من الرفاهية المفرطة أنه فيه حاجات أهم الدراسة أهم أنا شايف وفق التربية الحالية أنه الولد لازم يتعلم سباحة عشان خاطر يحمي نفسه من المخاطر أو أنه يعني جسمه يزيد أو أنا عارف أنه ابني قد يكون عنده ضعف الانتباه فعارف أنه ده من العلاج أنه يتعلم سباحة أو السباحة تخلي الدورة دموية تشتغل في المخ فبالتالي هتأثر عليه بشكل إيجابي فبالتالي إحنا هنا محتاجين نعرف أنه ما فيش مشكلة خالصة أن الأهل حتى وإن تدخلوا أنا لا أقفش هذا التدخل للطرف الآخر حتى لو يسيء فهذا الفعل طيب بعيدا عن نقطة الأهل خليل نرجع إلى نقطة الخصوصية بين الزوجين في حد بيت نعم والمشكلة اللي يعيشوها الجميع بدون استثناءها بيطبعوا فينا مشاهدين نسكل تعيش مشكلة الهواتف تليفون صحيح لأنه أحيانا الزوجة أو الزوج مصر على مراقبة هاتف زوجته أو مصر على مراقبة هاتف زوجة يعني تتبع تفاصيل وشكون اتصل فيه شكون بعثت له مساج شكون كلمته المشاكل هذه تحديدا بتاعت تليفون وخاصة مفتاح الهاتف أو الباسورد للهاتف اللي يكون عند الطرفين إلى أي مدى خطيرة لأنه أحيانا قد يكون هناك رسالة بسيطة لا معنى لها لأنه كلنا نعرفه بأسليب الاتصال أحيانا الرسالة وقت اللي تكتب مش هي نفسها كما تقال يعني أحيانا التواصل بين الطرفين كتابيا قد يعطي معنى إلى شخص يفرق عن المعنى اللي يقصده أصلا المرسل فهنا أنه مشاكل كبيرة تقع من جراء خاصة مشكلة الهاتف هوني كيف تحل في موضوع الخصوصي هل على الزوجة أو هل على الزوج أنه يراقب هاتف زوجته أو هي تراقب هاتف زوجته خلينا نقول لي الزوجة بتعمل كده والزوج بيعمل كده عليه عليه الفضول شهوة الفضول اللي بتدفع الإنسان إلى كشف الستر ولما يكشف الستر وينتهك الخصوصية هذه الخصوصية بتدخله في نفق مظلم من الشك طول الوقت الشك ده هيدفعه أنه طول الوقت يتتبع زم حركته فضلت الجوال ويشوف الشات والمحادثات وغيره للأسف ده خطير جدا في أنه لا يترك للإنسان فرصة للرجوع أنا إذا كشفت ستر موجود عند الطرف الآخر الطرف الآخر مساحة التسامح في هذا الفعل هتكون قليلة جدا لكن إذا أنا لاحظت على مات تغيير موجودة وأنه المحبة ما بقتش زي الأول والحب بينا ما بقتش زي الأول وأبذل الحل أصح في أن أنا أشعل هذه العلاقة مرة أخرى وأحييها مرة أخرى من خلال أن أنا أعمل لها وقت زوجتي وأن هي تملى وقتي وأنه العلاقة الخاصة من بيننا تكون بشكل أكثر فبالتالي أنا كده بحل الأمر ولكن بالشكل الصحيح تتبع الهواتف وللأسف الشديد مش ضمانة أبدا أنه الإنسان ما يغلطش لأن أنا ممكن اليوم بتتبع التليفون زوجتي زوجتي تعمل إيه؟ تعمله باسورد بعدين عرفت الباسورد فتتبعت التليفون فزوجتي بعد كده هتمسح الرسالة قبل ما تطلع البيت بعدها مسحة الرسالة قبل ما تطلع البيت وبعدين لحظت على مات تغيير فعايزة تتبع التليفون أكثر بعدها ممكن يكون فيه إشارات يتم الاتفاق معها مع الشخص اللي أنا مش عايزة شارك يعني أسراري مع الطرف الآخر إشارات أو موعيد نتفق عليها في المقابلات بعيد عن الهاتف فبالتالي مراقبة الهاتف والتصيد طول الوقت ليست ضمانة بل بالعكس توزيد احترافية الطرف الآخر في أنه يفعل الأمر بدون ما يكشف طب بس بالمقابل هلأ يمكن فيه ناس عم بيتابعونا بيعتبروا أنه أعطاء كلمة السر للزوج أو الزوجة هو جزء من العلاقة أنت مع أنا ضد أنا ضد أنه يتشارك كلمة سر للهاتف أنت باعوي لا أنا أكيد ضد لأنه هذه مساحة خاصة نهاية نحن ما ذبنا ببعضنا كل واحد عنده أيضا هذه المساحة بس لأنه هلأ أكتر ناس ممكن يعارضوا ممكن يقولوا أنه هذا جزء من الثقة يعني أنت بس لأكرر أنت مع أن تقدم الزوجة كلمة سر أم لا تقدمها لزوجة والعكس أنا أنا ضد أنه أحد الشركين يشارك الباسورد للطرف الآخر وأسبابي في ده زي ما اتفقنا أنه في ناهي عن هذا الأمر ولا تجسسه لأنه أنا أكيد مش أخذ منك التلفون وأقولك أنا هفتح الباسورد عشان أشوف الشات ما بيني أكيد هعمل ده بعيد عنك أكيد هعمل ده بنوع من أنواع التجسس فالتالي ده في ناهي الأمر الثاني والمهم جدا أنه إحنا لازم نعرف أنه تتبع الجوال في بعض الأشياء بتكون أشياء عارضة زي ما تفضلت يا أخ أمين في بعض الأشياء بتكون أشياء عارضة في بعض الأشياء من الجنسات الأخرى بتكون عادية يعني مثلا الجنسية لبنانية بيتكلموا كلمة عمري و بطريقة عادية حبيبي بطريقة عادية أنا ممكن أكون جنسية أخرى وأفسر هذا الكلام بشكل آخر فتعل بق persons اقنع الطرف الآخر أنه هذا الكلام عابر لا دا دا دي اول رسالة وبتقولك بالشكل دا لا احنا محتاجين نعرف بقى الموضوع دا ماشي ازي وورا اي خي وتعال اعترف وطلع كل اللي عندك وللأسف شديد مش هتوصل لحاجة فبالتالي هتدخل في نفق مظلم من الشكل لذلك الوقاية خير طبعا من العلاج هذا لا شك كثير طيب خل libertari اذهب لوني الى موضوع اخر في عليقى بالتصي انشبت موضوع الهاتف فشي موضوع اخر يعني لوني تكون يواليه في فكرة أيضا مشاركة الحسابات الخاصة بمعنى خاصة كما نعرفوا نحن الحساب البنكي إنه إنسان يكون عنده مثلا رسيد في البنك ما يحبش يشاركه مع زوجته يمكنه مخليه على جنب ما عنده مشروع في مخه أو هي نفس الشي أيضا مش بالضرورة الزوج فقط يعني لا الطرفين هنا هل يجب لأنه هما مشاركين في الحياة فهل يجب مشاركتهم أيضا هذه الأمور أو بالعكس أنه يجب أنه الإنسان تكون عنده هالخصوصية فيما يتعلق مثلا بأموره الخاصة حساباته وفلوسه يمكن فهمتك؟ خلينا أقول برضو رأي شخصي وده بناء على مشاكل كتير ما بين الأزواج إن مشاركة الحسابات البنكية ده أمر خاطئ تماما ولازم الزوج والزوجة يكون لهم فيمة مالية خاصة ما ينفعش الزوجة حتى وده رأي الشخصي تعرف راتب زوجها وما ينفعش الزوج يعرف زوجته معها كامل لأنه في الأول وفي الآخر في حسابات ما بين الطرفين يعني بتبقى مغلوطة دايما يعني أنت مثلا راتبك عشرين ألف يا راتبك صرفت على البيت خمس تلاف ودفعت إيجار خمس تلاف بقى عشر تلاف راحوا فين؟ هتيجي تحسبها بالقلم والورقة هتلاقي فيه ألفين تلاتة أنت مش عارف راحوا فين؟ عديت مثلا جبت شوكولت لأولادك عديت جبت شيبس الحاجات دي أنت مش فاكرها لكن في الآخر عند الزوجة هتسيب علامة استفهام ربما وصل أيضا بسؤال أمين ألا يجب أيضا أن يعلم الزوج أو الزوجي بوجود هذا الحساب بغضر نظر عن أدي فيه هذا الحساب لأنه بعض يعتبره شفافية شفافية أنه هل يجب اطلاع على الأليل لأنه أنا أملك حساب شخصي ربما إذا أنا كنت امرأة مستقلة أعمل كزوجة عندي حساب شخصي لما أحصل عليه من راتب وعندي حساب آخر ربما أو فيه طريقة لإدارة شؤون المنزل يمكن هذا بس يعني إلى أي مدى قد يعتبر الأمر هون يعني أكثر من أنه يعني خصوصية نوع إذا بدك من التلاعب أنه أنا وخاصة بتصير أيضا عند الأزواج والزوجات أنه أفتح حساب وما بدي حدا أصلا يعرف بوجوده لأنه بعرف أنه الأمور تكمل التفاصيل هي المهمة هل يجب الإبلاغ للشخص أنه أنا أملك حساب شخصي؟ خلينا نقول أن فيه حاجات أساسية في حياة الإنسان محتاج يكون فيها نوع من أنواع المصرحة نعم حتى عشان لو لا قدر الله حصل له حادث يبقى الشخص التاني عارف أنه له حقوق ولكن احنا بنتكلم في تضييق مساحة الخصية للحد اللي هو الزيرو زيرو خصية دي مش موجودة ما بين الناس فضلا عن أنها تكون موجودة ما بين الزوجين مش مشكلة خالص أنها تعرف أنه عنده حساب بنكي مش مشكلة خالص أنه يعرف أنها عنده حساب بنكي لكن تفاصيل الحساب وكان فيه دي نوع من أنواع الخصية لذلك احنا بنقول دايما أنه حتى لو اضطرنا إلى تقليل مساحة الخصية إذا كان الهدف منها هو أننا أعرف الشخص الآخر بيحب إيه إيه رغباته إيه احتياجاته ما فيش مشكلة خالص أننا أقلل هذه المساحة من الخصية لكن إذا كان الهدف منها هو التتبع والتصيد ومراقبة الطرف الآخر عن كثب أن أنا لا أترك له فرصة للخطأ فبالتالي لا أترك له فرصة للغفران أو الرجوع فبالتالي هذه المساحة هي المساحة المذمومة نعم بعرف أنه انتهى وقتنا مساعدة سؤال أيضا ممكن تكون أمين بتفكر فيها لا اليوم أنت ذكرته ببداية أنه وكأن المشاهير هم من يعرضون حياتهم لهم لكن كل الناس هنا إلى أي مدى يجب على الزوج أو الزوجة أي يأخذ موافقة الزوج أو الزوجة قبل نشر أي شيء متعلق بالأمور المنزلية أو البيتية نرى مثلا رجال أو حتى متعلق بهم البين أو بالاثنين يعني رجال أو نساء على سبيل المثال على تيك توك يفضحون كل شيء لها علاقة بالمنزل حتى يفضحون شيء متعلق بأولادهم يعني أنا دايما أسأل أنه هل الزوجة مثلا الأم أو الوالد عندما يعرضون أطفالهم لوسائل التواصل ويعرضونهم هل بيكونوا أغدين موافقة لبعضهم هل أغدين موافقة على أنه لفضح لأنه هذه خصوصية اليوم تغدينا عند أهله بكرة تغدينا عند أهلها اليوم رايحين يعني هل أمور ربما يلي هي خاصة ومتعلقة فيهم كثنائي سواء مشاهير السوشال ميديا أو سواء الأشخاص العاديين مشاركة حتى الأحداث اليومية على جروبات العيلة مثلا ده نوع من أنواع الخطأ الكبير جروبات العيلة خطأ فما بيلك بالمتابعين فقط جروبات العيلة إحنا هنحكم على أنه أمين وزوجته سعداء بشكل كامل جدا بدليل أنه هم طول الوقت بتصوروا وبيخرجوا وبتعشوا بره وسعداء مع بعض ودايما الشخص لا يحب أن ينشر عن نفسه إلا كل خير وكل فضل صحيح وكل شيء جميل فدي هتدخني في مساحة أنه لما يحصل لقدر الله انفصال أو طلاق هتجد أنه الطرف الآخر عشان عارف خصوصياتك طول الوقت فهيبدأ يفضح هذه الأسرار إحنا عايزين نقول أنه كل الناس وهي رسالة لكل الناس الخصوصية ضمان لاستمرار العلاقة وليست فتح هذه الخصوصية هي الضمان لعدم استمرار العلاقة ومدام الفعل ندفع عواقب وإحنا الاتنين الزوجة أو الزوجة لابد من استئزان الطرف الآخر قبل النشر أو قبل مشاركة مع الأسف نحن انتهى وقتنا ولكن تعرف هو برشة مواضيع حتى في متعلق مثلا بالجروبيت اللي على الفيسبوك اللي فيهم السيدات وليكل واحدة تتحدث على زوجها قدام أكثر من ألف واحدة ولا واحدة أصلا تعرفوا شكونوا أحيانا سمعنا برشة مشاكل حصلت تجراءة مثل هذه المواضيع على وسيل تواصل الاجتماعي نرجع إلى هذا الموضوع ولكن من خلال وسيل تواصل الاجتماعي إن شاء الله في حلقة أخرى شكرا لك لإغتصال نفسي شكرا جزيلا شكرا شكرا